نقطة جعلت المجتمع يحس بوطنيته وعراقيته عبرت الطائفية عبرت العرقية وتكلمت وقال الشاب الذي أمر 17-18 سنة أنا عراقي أولا وأخيرا أنا عراقي كلمة كبيرة جدا ترسم ملامح يعني وطن جديد ترسم ملامح تعايش داخل المجتمع مدني يعني تضمن فيه حقوق الآخرين وممكن أن يمارس الديماراتية وينجح فيها ويتتكافى الفرص صدر صورة اجتماعية حقيقية من خلال تكاتف وتعاون والتماسك والتجمعات بينها أنا لا أحبب أقولها الكلمة أو المفردمة الأمي لكن بين الغير دارس وبين الدكتور وبين الطبيب وبين الشاعب وبين الأم وبين الأخط صرت التركيبة عجينة متماسكة لوحة لوحة صدر روحة لوحة